وستكون المعالجة المحاسبية للديون المذكورة سابقاً هي كالتالي الديون المعدومة تعتبر الديون المعدومة خسائر تتحملها المنشأ وتحمل على حساب الأرباح والخسائر ولكن عملية اعدام الدين تتم خلال الفترة المالية وتثبت في الدفاتر وبالتالي يظهر حساب المدينين في دفتر الأستاذ في نهاية الفترة ناقصاً هذه الديون المعدومة أما إذا أعدم الدين عند الجرد في نهاية السنة وبعد عمل ميزان المراجعة فإن رصيد حساب المدينين الظاهر في الميزان الخاص بالمراجعة لن يتأثر بهذا الدين المعدوم عند الجرد وبالتالي فإن الدين الذي يعدم عند الجرد يجب أن يثبت أيضاً بقيد محاسبي الديون المشكوك في تحصيلها يحدد مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها إما عن طريق فحص المراكز المالية للعملاء وحالة التعامل لكل منهم والاسترشاد بالخبرات السابقة وبالتالي يتم تجميع الديون المشكوك في تحصيلها وتقدير قيمتها على هذا الأساس أو تقدر الديون المشكوك في تحصيلها عن طريق نسبة مئوية ويتم تحديدها على أساس الخبرات السابقة والنسبة المئوية هنا تحدد كنسبة من رصيد المدينين بعد استبعاد الديون المعدومة الديون الجيدة بعض المنشآت تمنح عملائها خصماً بصفة منتظمة وذلك بقصد تشجيعهم على السداد في مواعيد قريبة وفي مثل هذه المنشآت فإن الديون الجيدة تمثل رصيد المدينين بالميزانية وبعد خصم أو استبعاد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لا يتوقع أن تحصل بالكامل ولكن تحصل المبالغ مستبعداً منها قيمة الخصم النقدي الذي تم منحه للعميل وبالتالي فإن هذا الخصم يمثل خسارة بالنسبة للمنشآة والآن سنتحدث عن دورة حياة رأس المال العامل ويمكننا تسميتها بدورة رأس المال المتداول ويمكننا تعريفها بأنها الفترة الزمنية اللازمة لتحويل صاف الأصول المتداولة والخصوم المتداولة إلى نقدية وكلما امتدت الدورة لفترة أطول كلما زادت تجميع الأعمال لرأس المال في رأس المال المتداول دون تحقيق عائد منه لذلك تسعى الشركات لتقصير دورة رأس المال من خلال جمع المستحقات بشكل أسرع أو في بعض الأحيان من خلال تمديد مستحقات الدفع أي بمعنى أن يعمل رأس المال الإيجابي على إحداث توازن بين المدفوعات الصادرة والواردة لتقليص رأس المال المتداول وزيادة التدفق النقد الحر وتحتاج هذه الدورة والتي مدتها ثلاثين يوما عادة لأن تمول من خلال تسهيل مصرفي وتعد الفائدة العائدة على هذا التمويل بمثابة تكلفة احتفاظ تعمل على تقليل ربحية الشركة ومن مهم جدا معرفة معايير اتخاذ القرار وبناء على تعريف إدارة رأس المال المتداول فإنه يتضمن القرارات قصيرة الأجل والتي تكون بشكل عام سارية لفترة سنة واحدة قادمة وذات طابع دوري ولذلك فإن اتخاذ هذه القرارات لا يبنى على نفس الأسس التي تبنى عليها قرارات استثمار رأس المال ولكنها سوف تبنى على التدفقات النقدية أو الربحية أو كليهما معا أما بالنسبة للسياسات الاعتمانية للشركة فهي عامل آخر من العوامل التي تؤثر على إدارة رأس المال المتداول وتشمل شراء المواد الخام وبيع السلع تامة الصن إما نقدا أو عن طريق الاعتمان وهذا يؤثر على دورة تحويل النقد أما بالنسبة لإدارة رأس المال المتداول فأن الإدارة سوف تستخدم مجموعة من السياسات والتقنيات وتهدف السياسات إلى إدارة الأصول المتداولة النقدية عموما وما يعادل النقدية والمخزون والمدينين وكذلك إدارة التمويل قصير الأجل ومثل هذه التدفقات النقدية والعوائد مقبولة وللعلم فإن إدارة النقد تقوم بتحديد رصيد النقد والذي يسمح للأعمال بتلبية النفقات اليومية ولكن يقلل من تكاليف النقدية الموجودة أما إدارة المخزون فتقوم بتحديد مستوى المخزون الذي يسمح باستمرار الإنتاج دون انقطاع ولكن يقلل من الاستثمار في المواد الخام ويقلل من إعادة ترتيب التكاليف وبالتالي زيادة التدفق النقدي وبالإضافة إلى ذلك يجب تقليل وقت الإنتاج لخفض الإعمال تحت التنفيذ وبالمثل فإن السلع تامة الصنع يجب أن تبقى على مستوى منخفض قدر الإمكان لتجنب الإفراط في الإنتاج أما التمويل قصير الأجل فيقوم بتحديد مصدر التمويل المناسب لدورة تحويل النق ويتم تمويل المخزون بشكل مثالي من قبل التسهيلات الاعتمانية الممنوحة من المورد ومع ذلك قد يكون من الضروري الاستفادة من قرض مصرفي أو السحب على المكشوف أو تحويل المدينين إلى نقدية من خلال بيع الديون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر